بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة أما بعد يا أصدقائي اللي حابب يضحك يخليه جالس معنا وتحملونا في هذه الحلقة وخليكم معنا للنهاية لأنه فيها الكثير من الرسائل التي تمس حياة كل مواطن يمني في هذه البلد طبعا أنا واحد من الناس اللي ماشي بكيس أدوية أقسم بالله العظيم كيس أدوية وعارف أنا نص الشعب اليمني ماشي بكيس أدوية ومعظمها أدوية معدى وقولون ولا أحد يقول لي هذا من القات لأنه أنا أصلا ما أخزن طيب ليش؟ ببساطة تعالا نحكي لك أنا أخليك تموت ضحك والله في العالم كله في أي دولة في العالم لما تدخل مطعم أنت الحساب هذا آخر حاجة ما في حاجة اسمها حساب مقدم تتدخل وتقعد وتترسق وتستمتع بوشبتك وينزلوا لك أولا الكولد أبيتايزر والهوت أبيتايزر والمين كورس والديزر كده تستمتعوا موسيقى كلاسيكية ويجيك واحد لابست بدلة لواء والله لواء يجي لها عندك بعد ما تشبه من الأكل خلاص وتلددت وشبحت غارسون شك بليز هو يجيب لك كده حاجة كده خشبة مع طوفة زي دعوة الأفراحك الأغنية هذه تفتحها تلاقي جواتها الفاتورة في اليمن لا اليمن هي الدولة الوحيدة اللي في المطاعم فيها أنت تحاسب مقدما أنا في البداية كنت بقول يمكن الزبائن بيهربوا عليهم خايفين الزبون بعد ما يأكل فلسة لا هما بيحاسبوك مقدما لأنهم مش ضامنين أن أنت هتعيش بعد الوجبة مش بتأكدين هما يعني هذا أنت ومناعتك والله يعني تدخل بعض المطاعم في اليمن تطلب قطعتين برست يجيبها لك من دجاجة اتقالة قبلها تسعمية تسعة وتسعين دجاجة في نفس الزيت أنت تأكلها من هنا يجيك غرغرينة يعني في الهند معروفة تأكل أكل شوارع تسمم بعض المطاعم في اليمن غرغرينة هذا ما فيش تسمم يعني هما يحطوا لك بره في المطعم رقم الديليفري تشوفوا دايما على الزجاج رقم الديليفري لا هما لازم تحته يحطوا كمان رقم لاستقبال اتصالات الضحايا أول بأول رقم التعويضات وأنا من موقعي هنا أطالب وزارة الصحة بأن تضع لنا سيارة إسعاف في باب كل مطعم عشان نلحق الناس أول بأول لأنه في بعض المطاعم في اليمن هذا إذا أنت أكلت عنده وما تسممت فأعرف أنه ما في أي شيء في العالم ممكن يضره خلاص وبعدين في العالم كل المطاعم أنتوا لما تدخل مطعم في أي مكان في العالم وأنا هنا لا أتحدث حتى عن مطاعم الفاين داينينغ اللي الوجبة للفرد الواحد 300 دولار 500 دولار 150 يورو لا مطاعم عادية لازم من عند الباب يجي يجيبوا الشاب الحلوة اللي فيهم ولا البنت المزة في الكادر يسموها موظفة استقبال هذا أو هذه يكونوا واقفين عند الباب أول ما تيجي أنت أطول يستقبلوك يكون لابس بدلة أقسم بالله مديرة شركة يعني بوينج ياخدك ويدخلك ويقاعدك ويشرح لك المينيو والوجبات والشيف هذا أصله من فين يحكي لك قصة حياة الشيف مدير الطهاء في اليمن لا في اليمن أنت أول ما تدخل من باب المطعم أنت وأصحابك على طول يطلع فوقكم مثلث أحمر مقلوب على طول الموظف كاميرات المراقبة اللي يجوه هذا على طول يحدد الهدف من المسافة صفر يجيبك حي المعنى أنه في العالم كله لما تحصل حالة تسمم تروح للمستشفى تيجي الشرطة تحقق أقسم بالله إذا أنا في أي مكان في العالم أكلت حاجة وتسممت وروحت المستشفى على طول يجيك الشرطة يحققوا أنت وين آخر مكان أكلت فيه ويروفوا يحققوا في اليمن تدخل بعض الأكسام الطوارئ تلقى خمسين واحد نايمين جنب بعض كلهم تسمم محدش سائل فيهم ليش لأنه التسمم في المطاعم هذا تراث في اليمن مثل الجنبية مثل الصماطة مثل الزي اليمن اللي نفتخر فيه مثل البرع التسمم في المطاعم هذا تراث تبعنا يعني حتى لو فتح مطاعم نظيف إحنا نكفله محدش يروح عنده طبعا أكيد فيه مطاعم في اليمن رائعة وفيه مطاعم مهندمة وفيه مطاعم أكلها جميل وأكلها طازج ويعمل لك على طول أول ما تطلب ربع الساعة يطبخ لك فورا وتلاقي الشيفات بالقبعات بالجوانتات فيه مطاعم رائعة نحن لا نعمم عشان ما جينا بعدين نقابة المطاعم ليكون فيه نقابة يجي رفع قضايا النقابات في العالم كلها مهماتها أن تحافظ على المحايير المهنية للمهنة اللي هم عاملين نقابة عليها أهمتهم يعاقب أي واحد يفتح فهمه ففيه مطاعم عن جد والله فيه مطاعم رائعة في اليمن وفيه مطاعم لو تدخل المطبخ جوا دائما تلاقي كذا سبعة ثمانية مع صعصين كذا ولازم واحد فيهم يكون لابس فنيلة برشلونة واحد لابس فنيلة ريال مدريد واحد لابس فنيلة دعاية من كلوريكس لازم مبلطين والله كذا تشوفهم تحسهم عمال بلاط ودائما ييجي بينهم كذا واحد كذا تخين هذا اللي يكون قاعش ورابط كذا صماطة ويعرج ومشمر المعوز هذا هو كبير الطهاء حقهم هذا طبعا تلقى واقف على النار كذا ومعصب ومتشنج والنار طالع قدامه ويشيل كذا من علب زيوت كذا يرمي لك أشياء داخل المجلة وحاطت سماعة في أذانه تكنولوجي يا أخ هو مش حاطت السماعة عشان يسمع حاجة كذا ريلاكسين كذا يعني عشان يطلع نفس في الأكل لا هو حاطتها عشان ما يسمع آهات الزباين وهذا تلقى في بعض المطاعم تحياتنا لكل اشتفات في اليمن بعض المطاعم تلقى يعرق كذا من كثر ما هو رافع النار وفتحت منخيره كذا يعني لو ياخد نفس عميد يروح عياله من المدرسة يعني يعني وتشوف العرق اللي هو فيه فوق الأكل يعني لو تسلم عليه هو يبعتك لأهلك اللي ماتوا على طول يوديك لعندهم مجانا تواكل شارب نايم ميت عنده أنا الأسبوع هذا تسممت مرتين أقسم بالله والله تسممت مرتين من مطعمين واحدة بيتزا والثانية برست يا جماعة في العالم كله يعني لو لو ذبابة كذا ذبابة تمام ذبابة كذا عدت من قدام المطعم كذا من قدامه بس على طول تجيك وزارة الصحة أول شي يمسكوا الدبابة يفحصوها بكر ولا أنثة ويشوفوها حاملة فيروس حمضنك أي حاجة ولا لا ويكفلوا لك المطعم والله يا جماعة والله في القوانين الدولية أي مطعم تشوف جواته دبابة ولا صرصور هذا أنت اتصل يجوا وزارة هم مش بحتاجين تتصل أصلا هم كل سبوع بيطبوا تفتيشات وحتى إذا ما طبوا تفتيشات ناس عندها ذم وضمير هم بس باقي يقولوا لا إله إلا الله ويدخلوا الجنة قبلي وقابلك والله دبابة تقف المطعم في اليمن بعض المطاعم خصوصا مطاعم الأسماك في مطاعم أسماك لو حاولت تعمل الأكل في البيت كيف ما عملته ما تجيب عشرة في المية من القنبر اللي بيعملوا رائعين وفي مطاعم سمك في اليمن أنت لما تدخلها هذه ما تلقاش فيها دباب أبدا ولا حشرة مش من النظافة لا الذباب مش قادر يتحمل الريحة الذباب فلسع الذباب هو جاتو حم الضرك بالله عليكم هذه مطاعم يا جماعة على فكرة بل بعض المطاعم في اليمن وقاحة يعني تيجي أنت يوم كده نفسك يعني هفتك خورت حنيد وشغلته في البيت شغلة فنعد رم النسواني فعلين حنيد في البيت كوشبه كيلو كده فأنت تخور تروح مطعم تدخل تطلب حنيد بثلاثة ألف باربعة ألف ريال بخمسة ألف حسب كل مطعم فأنت تطلب قطعة حنيد وتكلم المباشر الجرسون تقول له لو سمحت يعني خليه جيب لي قطعة حنيد موزة يد أو رقبة حسب نفسك أنت ما بتهوى يقول لك حاضر ولا يهمك طبعا هم كلهم يقولون لك حاضر ولا تهمك وما يستدرجوك بس اقعد انت على الطاولة استنى رب ساعة بعد رب ساعة يجيك الجرسون ويجيب لك الأكل الحنيد انت طبعا تاخذ لك خمس دقائق تقعد تقشر القسدير وتتلسوع وانت هفتان وريقك نازل تفتح تلاقي قدامك ظلع أظلع يعني أنا دافع خمسة ألف ريال عشان أروح مطعم تدي لي أعظام ومصمص فيها أخذ لي كيلو غنمي وأتغدى في البيت أنا والحيال يا مباشر تعال هنا يجيك المباشر طبعا هم في بعض المطاعم لازم يجي بليد تقول له يا عمي أنا طلبت راقبة ولا طلبت موزة ليش يجيب لي أظلاع ما تشتي الآن تقول له غيرها لي يقول لك أغيرها ما تعرفش شغالين بالغباء الاصطناعي شبح حايم وسط المطعم يروح يغيب عنك عشر دقائق بعد عشر دقائق يرجع لك شايل صحن فيه نفس القطعة اللي انت رجعتها والقسدير مفتوح على فتحة يدك الفرق الوحيد انها بردت ويجي عندك يقول لك قال لك ما فيها يعني الطباخ بيقول لك شو فيها وقاحة وقاحة الواحد لما يدخل مطعم يدفع فلوس عشان يأكل الحاجة اللي فيه نفسه هي خدمة وبفلوسي ومش عيب محدش يقول هذا غرور لا احنا شعب طيب زيادة عشان كده كل واحد بيعطينا على جفانة بس ولا معروف مطعم انت المطعم يحدد سعر الاكل رخيص غالي هو يحدد طلبه هذا عقد بيني وبين المطعم هو يحدد التسعيرة وانا اطلب الاكل اللي ابغاه طلبت رقبة تجيب لي رقبة ما فيش من البداية يقول لي مافي لا يقول لك تعاول همك يا عم ويجيب لك الحاصل يعني لواكة في بلادنا محظم الاشياء لواكة يعني انت دافع وبرضو يتليوكوا عليك وانت دافع لو كمان بعض المطاعم تخمك يعني متان تطلب برست ولا شوايا لما يجيبها لك كذا تشوف حقها البوكسومات اللي يعملوه من بره هذا واللمعة والثوم والشبس يعني تحس الدجاجة هذه يعني شايلة ريش بالليزر عاملة ليزر كده شالت الريش والريحة تفتحها من جوة تلقاها سودة سودة والدم كبت فيها ناقعينها في الماء والملح شهر والنهار يولي على الثلاجة بالليل يطفي الثلاجة بالنهار يولي على الثلاجة بالليل يطفي الثلاجة وفي العالم كله علميا ليش لما تشتري منتج مثلا مثلج مثل البازلاء المثلجة اللي يطبخوها في الضغاطة مع الجزر هذه او الفراولة المثلجة يقول لك لا تعيد تثليجها بعد تذويبها معروف لانه بيكون فيها ميكروبات لما تثليجها تضاعف الميكروبات تسيحها تضاعف الميكروبات تثليجها فتخيل لما يكون عنده شهر حاططها في ماء والملح في الثلاجة يطفي ولع طفي ولع طفي ولع انت اول ما تأخذ منها قضمة وفي اشياء ثانية في المطاعم اليمنية ما تفهمهاش يعني في المطاعم في العالم كله البسباس الفلفل الاسود الخل الملح الاشياء هذه المستردة الكاتشف هذه تيجي اشياء جانبية تقول على الطاولة او انت تطلبها من الشف ليش لانها تعتبر ضائقة شخصية في ناس ما تأكل بسباس مثلا فيكون هذا جانبي في اليمن لا انت اي حاجة تشتريها لازم يكون فيها بسباس مش بكيفك تدخل مطعم تقول له يعني عطني 12 قطعة برست بدون بسباس يقول لك كله بسباس تقول له يا عمي انا عندي قرحة في المعدة ما اكل بسباس تقول لك والله هذا اللي عندنا وانت طبعا ما يتجوع وتكون عازم ناس ولا جايب ابوك همك عندك عازمهم تدلع عليهم ما انت يمني فقري يوم تدلع قدام اسرتك تجيب لهم 12 قطعة دجاج كومبو فتضطر تشتريها تاكل قطعتين تمشي المستشفى وصاحبك ووراك شايل بوسيرك كده للمستشفى تخيلوا يعني اللزانيا مثلا اللزانيا معروفة هذه اللزانيا المكرونة هذه الطبقات هذه ما يجيش فيها بسباس في العالم كله اللي اخترحها ما عملش فيها بسباس وكتب في الكتالوج الأول لا يوضع فيها بسباس تنبيه لليمنيين تخيلوا انا مرة دخلت هنا مطعم كات لزانيا والله اخدت اول ملعقة وقسم بالله هاجة معدتي والقولون معبيها بسباس ومش رشة من فوق لا في التكوين نفسه يعني انت تأكل بسباس غصبا عنك وبعض المطاعم يعني لازم الشبس هذا ينزل على الطاولة كده ذبلان ومزيت وسود يعني ما تعرفش فيه ايبولا ولا جايبينه من زائر ما تعرفشش قصته يا عمي ليش الزيت كده يقول لك انه حملنا وسخناه ايوه انا ما الامي انا يعني انا لو عطيتك الف ريال مثلا مقطع هتاخدها هتقول لي تشي فلوس تتعامل بها وانا اشتي اكل التاكل ولكن احنا الشعب اليمني نستاهل احنا الشعب مضربة احنا اللي سمحنا لكل انسان يقدم خدمة انه لطشنا على قفانا وانحنا راضين في العالم كله اذا واحد راح في اي خدمة مطعم مستشفى مركز موحب اي حاجة لو دخل محل ملابس واشترى وما عملوا بطريقة لائقة ونشر الموضوح هذا الناس كلها ما تروحش هناك خلاص يتأدب فالكل عارف انه ارضاء الزبائن هذه هي الاولوية ولكن طول ما في مطاعم في اليمن بعضها معفن ويسمم الناس والاكل جخر واشتفات مش نضاف والشعب اللي مني رايح لا 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 ويتسمم ويروح لا 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 حمرهم هيغيروا الخدمة يا جماعة الزبون ملك الزبون دائما على حق تفاهم ان انتو بس احنا اتعودنا انا مش فاهم احنا طبيعتنا كيف اقسم بالله يا جماعة بره ودخلت مطعم وشفت ذبابة هذه مشكلة اصلا صاحب المطعم هذا يجي يعني اذا انت هتخون الوطن ومش هتبلغ عليه لانه هذه خيانة هذه صحة عامة ياخدك ويرضيك ويعطيك مبلغ مالي ويعطيك وجبات لمدة شهر شهرين مجانا عنده عشان تسكت وبعدين تلاقي علم كله وكذا طالعه ويجمعه الكادر كله ويجي مدير المطعم ويجي المستثمر اللي فاتح سلسلة المطاعم يا جماعة في رجال اعمال في العالم معه مطعم لأكثر من مئة الف فرع في العالم مئة الف فرع وهو مش موجود فيها هو مستثمر كبير ملياردير المطعم لو دخلوا فلتر ما تخرش منه واحد يعني ميكروب في اليمن تلقى هو معه مطعم واحد وصاحب المطعم هذا هو ابو كرش اللي يجي عند الباب دايما يحاسب هذا اللي يحاسب يعني هو واقف على العمل ومحله معفل ليش لانك انت معفن اصلا بعض المطاعم كذا على فكرة بعض الناس ما يفهمش اثار هذا الشي على الاقتصاد وهذا يحتاج حلقة ثانية انت فاهم لما كل يوم يتسمم لك عشرين ثلاثين الف واحد ومش معنى التسمم يعني حياة اموت تسمم القولون ينتفخ التهاب في المعدة المشاكل هذه كلها كان بيستهلكوا ادوية الادوية هذه جاي من برة هذه خسارة على ميزانية الدولة بس مين يفهم لما ينزل المفتشين للمطعم يا جماعة الان فيه جهاز قد كذا يحطه في الدجاجة تعطيه نسبة التلوث والميكروبات اللي فيها يتشمع المطعم وقته وقته ولكن لا فيه بعض الناس وهو مستفيد من هذا المطاعم لان يروح يفتش يلاقي مصائب يعطوله فلوس يروح بعضهم وليس الكل نتمنى من وزارة الصحة اليمنية ونحن محتاجين وزارة مطاعم والله احنا معنا وزارة متنزهات عامة وحدائق وما فيش معنا حدائق على فكرة طيب احنا معنا مطاعم ما فيش معنا نظافة عليها البلدية الصحة الكل يشوف عمله هذا الشيء مهم والله يا جماعة اقسم بالله اننا عايش على الادوية اليسبوع الآن والله قولونه المعدة انتهوا عندي من مطعمين بعض اصحاب المطاعم ما يخاف الله ولا عنده ذمة ولا ضمير ولا يستحي على وجهه مع انه النظافة مش محتاجة حاجة يعني هو مش يخسر حاجة يا جماعة بعض المطاعم في اليمن المطعم الوحيد في اليمن اللي لما تدخل تمام يعني تفتح الحنفية تغسل يدك بعد الاكل يعني تحس في بيبي قاعد يعمل بيبي ليدك كده قطر تنزل ليدك تقعد ساعة تحت الحنفية ما بينزلش موية حتى يعمل لك قطر كده يقفل الحنفية من جوا وتلاقي وراك عشرة يغسل يدهم احنا حتى بعض المطاعم تدخل ما تلقاه صابون او تلقى التاية مرشرش من يد لا يد مخضرة اللي اكل ياخذ منها ويغسل اللي دخل حمام المطعم يخرج ياخذ منها ويغسل وانت هتجي تحط يدك بعدهم في مطاعم كده وفي مطاعم رائعة في مطاعم في اليمن جميلة انا زبون عند بعض المطاعم ومن الكبيرة في صناعة ولكن اذا تكلمت يعني اعتبروها دعاية الآن ان انت بتجامل فمشان ادخل حد شكرا لكل المطاعم اللي ملتزمة بالمعايير وتراع الله ويا ابن الكلب وراك اخرى يا اخي يا جماعة انتوا اكتشفتوا انه ما فيش دين ولا جنة ولا نار قلوا لنا اذا انتوا اكتشفتوا انه ما فيش عقاب وحساب كلمونا يا جماعة عشان نفتري زيكم يا جماعة ورانا حساب ورانا عقاب ورانا وتسمم والله العظيم في ناس في اليمن انه ياكل وينام يصبح ميت ما لك قالوا يا اخي ينام وصبح ميت حق الله هو واكل في المطعم ومتسمم فاتقوا الله بعض اصحاب المطاعم هؤلاء اللي ما يهتموا بالنظافة ولا المعايير ولا تخزين الاطعمة ولا عنده خط توريد يومي وعملية تثليج وحفاظ وكذا تقوا الله وراكم حساب وعقاب اكسم بالله شوف في الاخرى ما فيش وساطة ولا خمسة الف وتمشي بالشبشب هناك والله ما ننسيب حقنا اما الناس اللي ملتزمين بالمعايير فلهم كل الشكر والتحية ونرجو من وزير الصحة الجديد لسه مش لاحق يعملوا ونعرف الدنيا مقلوبة علي وجاي واستلم دنيا خربانة فنرجو ان يهتم لانه المفتشين موجودين والكادر موجود والامكانيات موجودة باقي شي واحد وراعاة الله بس في العمل اعملونا لايك احبائي اذا عجبتكم الحلقة واذا ما عجبتك اعمل لايك اعني انت مش خسران حاجم انا مش هنبح في صوتي عشان الشعب لوحدي في ختام هذه الحلقة احبائي شكرا لكل الناس اللي يوصلوا معنا للدقيقة الاخيرة وحتى راكم في حلقة اخرى هذه لكم مني تحية انا ايمان القاسم دوم تنبود وسلمين جميعا